ممكن أعرف إيه اللي حصل ده؟ فيه إن أنا عاشت عمري كله أعمل اللي ما يتعملش عشان ما فيش راجل يدخل البيت ده يتحكم فيا وفيكي ماما شادي مش كده يا مراما لا كل رجالة كده وإيه هتقوليلي شادي مش كده وبعدين ما فيش راجل بيصرف على واحدة ست مالين إلا لو على الأقل بيطلب إنها هتسمع كلامه دلال فيه إيه؟ بجد فيه إيه؟ في إن كان فيه واحد اسمه طارق عاش معانا سنين وفجأة حضرتك قاعدة بتتعاشي مع راجل تاني خالص ماما أنا وطارق خلاص يا ماما لا مش خلاص هو مش خلاص هو قالك حاجة؟ ما قالش بس إنت يا فرح مش واخد بالك إن الأحداث في حياتك بقت بتجري بسرعة قوي وأنا مش قادرة استوعبها من فضلك براح على شوية لا معلش دي غلطت نحن هو المسلسل الأحداث السريعة فعلا حاضر يا مام حاضر أنت صح بس كل اللي إنتي قلتي مالوش أي علاقة بإنه راجل يمشي نهاردة زعلان وإنتي حتى ما سلمتيش عليه طيب خلاص حابق أروح بكرة صالح بجد يا دلال أه؟ عشان خطرت بس شاحتة ده بيحاولي أبتزك أيوه ولما عارف إن أنا مش هتعلو حاجة تاني هنفعلني على بعض آه يدوب بس ربطته في قوضيتها لحد ما هرب خايف بس يروح يقولي عوض على المكاني أنا عارف اللي أنا هقوله ده ما يتصدقش بس أنا كل يوم بس حالصبح مرعوبة خايف ألاقي وردة بلدي في أي حتة في القوضة وردة بلدي؟ أصلا عوض لما كان بيرجع من السفر وما يلاقينيش كان بيقعد يدور علي لغاية ما يلاقيني وقبل ما يشوفني لازم يبعط لي وردة بلدي عوض ده مجنون عشان كده لازم أمشي من القوتيل دلوقتي حالا لا يا نادين يعني إيه؟ أنا هأمر إنك تتنقلي الوحدة من غرف القوتيل الجديدة السيكوريتي سيستم هناك كله تجدد ومستحيل حد يقدر يوصلك هناك وهخلي الأمن كمان حواليك طول الوقت نادين مستحيل حد يقرب لك وأنا موجود صباح خير أهلا تفضلي تحبي حضراتك تشربة حاجة؟ لا مرسي سوري أنا معرفتش أوصلك فجيت على القوتيل على طول أنا قاسف جدا موبايلي كما شغولت لي اليوم تفضلي؟ هو أنا في الحقيقة كنت جاي أعتذر لك أنت مهما كان كنت دافي وأنا مبارح كنت عصبية جدا حصل خير حضراتك مش مضطرة تعتذري أنا بس حاسة إن حضراتك مش حباني خالص مظبوط ممكن أفهم ليه؟ مش فكرة كويسة حلو قوي قابل يا ناجم أنا شايفة أن أنت مش مناسب خالص لفرح ليه بقى؟ أنتو الاتنين دماغكم مش زي بعض بس حضراتك ما تعرفيش دماغي أنت مش قبل كده شغلتها وعشانتها وما كلمتهاش وده وقتها بقى كسر نفسها قوي بس ده من خمس سنين الناس بتتغير لا ما بتتغيرش وأنتو الاتنين مش زي بعض خالص وكل واحد فيكو شايف الدنيا بشكل تاني بس حضراتك برضو ما تعرفيش أنا شايف الدنيا ازاي لا أنا عارفة كويس أنت شايفها ازاي شايفها من بلكونة جناحك الفخم ده شايف فلوسك وموظفينك أنا آسف جدا أنا لازم أنزل أنا اللي أسفة أنا ضيعت وقت أنا آسف جدا طب ممكن نتكلم بعدين أكيد انت ليه خلتهم يقررين فكرتي عزبها مهي ولا عجبك ولا عجبها وفي الآخر عملتوا حاجة تانية فكرتي ايه؟ آه هنا أتنكر شاحات؟ آه مين قال لك بس إنها مكايلش عجبانة الفكر كان عجبانة كلنا جدا جدا منطقي قوي إنه لو حد حب يتنكر في جزيرة يتنكر المشاحات بس مش ماجد الألفي ماجد الألفي لما يتنكر يتنكر قوصان طيب ليه ما قلت ليش من الأول ليه كنت بتضحك علي؟ أنا ما خدهاش كده أنا كنت عايز أديك ثقة في نفسك لأن شفتك محتارة ما بين التدريس والكتابة كنت مش عارفة إذا كنت بتعرفي تكتبي ولا لأ فحبيت إن أنت تعتقدي إنك تعرف تكتبي أعتقد؟ مش كده يا ماجد هي مش كده خالص لو أنت شايفني محتارة بين حاجتين وعايز تساعدني المفروض إن أنت تسيبني أجرب أشوف أنا فعلا شطرة في الكتابة ولا لأ؟ مش تخلي الناس تسقف لي وخلاص لمجرد أن أنا بنت نجم ما هالناس بتسقف لكل ولاد النجوم مش معنى أنت يعني بعدين تكوز إيه من نجاحي؟ لا لا يا ماجد لا لو سمحت لو سمحت تسيبني أجرب أشوف أنا بعرف عمل ده فعلا ولا لأ؟ لوحدي لوحدي أوكي؟ أوكي اتفقنا اكتبي لي مشهد إيه؟ اكتبي لي مشهد عادة أنا ببعملش كده مع الهواء اللي أقرى شغلهم بس عشان أنت بنتي أنا هعملك إكسابشن يعني اكتبي لي مشهد وأنا هقراه وأشوف إذا كنت بتعرف تكتبي فعلا ولا لأ هو القرصان كان كده أحلى واللي عمل له عينه مع طوشة هو حضرتك يا بشماندس عارف البوليس له إيه عندنا؟ لا ما عنديش علم لا هو نفق تحت جناح من أجناحة النقاها بيوصل لقودة عمليات تحت القتل نفق هو مش حضرتك اللي عملت التجديدات للجناح ده؟ بص كده بس التقفلات دي مش شغلنا معقولة؟ إزاي يعني؟ العقد اللي بينه بين والدك يسمح له أن يتعقد مع أي مقاول يعمل له أي تجديدات لكن ده مش شغلنا رجع الصور تاني كده بعد إزدك فضر شادي بيه أيو أنا عرف المقاول اللي اتفق مع والدك أنه يشتغل في الجناح ده هدلك رقمه وقدلك العمان بتاعه بس كلك نظر بقى يا شادي بيه؟ ماما استني بس قريلي الأول حلو كده؟ حلو قوي زي الأمر يا حبيبتي هفتح الباب وجيلك بونسوار يا نينا بونسوار يا حبيبي سيادة القبوطان أهلا وسهلا أهلا بيكي أهلا بيكي دي ده فينهم مال؟ بتلبس وجاي طيب تمام تحب تشرب إيه؟ مش عايزة تحبك معي لا لا لازم تشرب حاجة طيب يا ريت كافلة هازلنات وسكند ملك آه طيب هعمل لك شاي ممم.. وكي برضا دا اللي هو إيه دا؟ دي دا إنتي كويسة؟ أيوة الحمد لله بس عندي شوية برض طيب نعمت في الزوكام وممتك في النضخ متيجي تهتيني لا، أنت كنت جاي تكلمني في إيه؟ يعني إيه كنت جاي تكلمك في إيه؟ ما جاي يشوفك عادي لا ما فيش حاجة اسمها عادي لازم يبقى فيه سبب عشان تيجي ما ينفعش تخرج وتدخل كده عادي فيها ديدا بقى إيه دك؟ ديدا أنت عندك تانية ولا فيه إيه؟ الشاي يا سيادة الكوبطان مرسيان إيه أنا؟ لحقت المغرب؟ المغرب؟ قدر كان حدت مطش، بس ابنين طلعتهم البطولة مدين ولا أي حاج الشتفة بتنقط، مش تشايك على الحمام؟ إحنا قاسفين يا فندم، هبعط لحضرتك الصيانة الرمز بجد، أنا متشكرة جداً أنا مش عارفة شكرك إزاي أصلي ولا أي حاجة يا نديم هسيبك عشان ترتاحوا عن إذنكم تفضل أنا ممكن أعرف إيه أنت بتعملي ده بالزبط؟ ده البنقادم الوحيد اللي بيساعدنا أنا مش بيرتحاله، ما قدمنش حل تاني ممكن لو سمحتي، ما دايعهوش من إيدينا؟ دي أول مرة في حياة فرح تبقى مستنية رأي باباها وتشجيعه ها أريد، مش حل، ما حبيتوش إيه؟ إنتي طلبتي رأيي بصراحة صح؟ آه، بس هو إيه بالزبط اللي ما عجبكش فيه بقى؟ أحبيبتي، القراصنة ما بيتكلموش كده، ما بيفكروش كده وإنت بقى عيشت مع قراصنة كتير فمش عجبك ترجمة نانسي قنقر